اشتركوا في القناة نظم بنك البحرين الإسلامي بتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة وإنجاز البحرين الحفل الختامي لمبادرة هيكثون بنك البحرين الإسلامي للاستدامة كما حضر الحفل عدد من المسؤولين ورؤساء وممثلي اشتركات الوطنية والخاصة وتهدف هذه المبادرة والتي شهدت مشاركة أكثر من مئة طالب من عشر جامعات إلى تمكين الأفراد للمشاركين من طلبة الجامعات من تطوير حلول مبتكرة لتحديات وقضايا الاستدامة الراهنة في مملكة البحرين بهذه المناسبة أعرب وزير النفط والبيئة عن الفخر والاعتزاز بدعم هذه المبادرة والتي تؤكد على التزام بنك البحرين الإسلامي بالإسهام في تحقيق الأهداف الوطنية المنطبة بملف البيئة كالوصولي للحيادة الكربوني وتعزيز الاستدامة طبعا اليوم أنا أحب أبارك حق جميع الشباب وشباب البحرين اللي شاركوا معانا اليوم في الهكاثون لمسنا فيهم روح المنافسة والإبداع والابتكار وهاي اللي احنا تعودنا منا في الشباب البحريني طبعا طلعنا بأفكار جدا جميلة أفكار ممكن نحنا نطبقها تحافظ على البيئة وعلى الاستدامة فخورين طبعا بتنظيم هيكاثون الاستدامة لبنك البحرين الإسلامي اللي يهدف لتشجيع الناشئة من أصحاب الأفكار والابتكارات في البحرين لتطوير حلول مبتكرة لتحديات الاستدامة في المملكة ونؤمن في بنك البحرين الإسلامي أن الشباب هم المحفز لغيادة التغيير المستدام ولله الحمد استطعنا من خلال هذه الحدث منح الشباب فرصة فريدة عشان يبجهون إبداعاتهم والعمل بروح الفريق الواحد والتعاون لتطوير حلول عملية وتساعد البحرين في تحقيق أهدافها المستدامة تشرفنا في إنجاز البحرين بأن نحن النظم هذه الفعالية بالتعاون مع مجلس العلال البيئة وبنك البحرين الإسلامي فعالية استقطبت ما شاء الله تقريبا مئة طالب مشاركين من تسع جامعات في البحرين وكانوا يقدمون حلول مستدامة لبعض التحديات التي تواجهها شركائنا التي كانوا معانا في هذه المبادرة تأتي مشاركتنا اليوم ضمن هيئة الحكام لتقييم المشاريع المقدمة المتعلقة بالاستدامة ومن الجديد بالذكر أن بورصة البحرين كانت ولا زالت سباقة في تبني المبادرات المتعلقة بالاستدامة حيث اتخذت بورصة البحرين خطوة رائدة من خلال إصدار دليل معايير الإفصاح البيئية والاجتماعية والحكمة الاختياري للتقارير الشركات المدرجة تهدف تعزيز الشفافية والمسؤولية والذي سيتم تطبيقه بشكل إجباري على جميع الشركات المدرجة ابتداء من ديسمبر 2014 والآن إلى أداء الأسواق المالية الخليجية أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تم التخطيط الإصدار الرقم 2038 من أذنات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها نيابتا عن حكومة مملكة البحرين وتبلغ قيمة الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوما تبدأ في السادس عشر من شهر أكتوبر 2024 وتنتهي في الخامس عشر من شهر يناير 2025 علما بأنه قد تم التخطية الإصدار بنسبة 160% حققت شركة ألمنيوم البحرين ألبا إنجازا هاما في السلامة بتسجيلها 25 مليون ساعة عمل آمنة دون أي إصابات مضيعة للوقت بالإضافة إلى إتمام صيف آمن خال من الإصابات أو الأمراض المرتبطة بارتفاع درجة الحرارة للسنة الثمنة على التوالي في عام 2024 من جانبه أشهد الرئيس التنفيذي لشركة ألبا علي البقالي بجهود جميع الموظفين وعمال المقاولين في تحقيق هذين الإنجازين الهمين في السلامة هذا وحازت الشركة على العديد من الجوائز خلال العام 2024 نظير إنجازاتها في مجال السلامة بما في ذلك أربع جوائز من مجلس السلامة الوطنية بالولايات المتحدة الأمريكية وجائزة الرئيس من الجماعية الملكية لمكافحة الحوادث بالإضافة إلى جائزة السلامة الدولية من الاستحقاق من مجلس السلامة البريطاني ترجمة نانسي قنقر